أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عثور فرق الانقاذ على حطام طائرة تحطمت بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 65 راكبا و 6 من أفراد طاقمها مؤكدة عدم نجاة أي منهم يأتي هذا في مفاتحة سلطات الروسية تحقيقا جنائيا في الحادث كما ذكرت وسائل أعلام روسية أن الطائرة سقطت بعد 7 دقائق من إقلاعها من مطار داما دي دافا يذكر أن الطائرة تابعة لشركة سارتافا وكانت تقوم برحلة داخلية بموسكو